السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ الفيديو بعدد الحالات الجديدة المسجلة 8103 الانسيدنسال 66.1 عدد الوفيات 96 لا ننسى أنه اليوم يوم الأحد عادة الإحصائيات ما بتكون مكتملة سنبدأ هذا الفيديو ببعض الآراء المتفائلة وأيضا من الجهات الرسمية عن الموعد المتوقع لانتهاء أزمة هذا الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل دائم الناس عم تسألني أنه متى من المتوقع أنه نرجع لحياتنا الطبيعية السابقة الآن هناك بعض الآراء المتفائلة من جهات متعددة رح نشوفها مثلا رئيس المعهد ديفي يعني فعيني جونغ في إنتنزيف ونطفى الميدتسين يعني رئيس الاتحاد طب الطوارئ وطب العناية المشددة ماكس أعلن أنه من المتوقع أن تنتهي أزمة هذا الوباء في هذا الصيف طبعا المستشارة قالت أنه حتى نهاية الصيف يمكن أن نقدم أيضا عرض باللقاح لكل شخص يعني حتى الشهر التاسع 22 سبتمبر بشكل دقيق حدد أيضا السيد ماكس أنه كيف يمكن أن أتغلب على هذا الوباء فقال بشكل دائم يعني إذا بقينا جميعا في الأشهر القادمة ملتزمون يعني بكل القواعد المعمول فيها والكمامة والنظافة والأشياء كيف يمكن أن نعطي جميعا في الأشهر القادمة إذا تسرعنا من عملية إعطاء اللقاح أو التطعيم لكي لا يمكن أن يكون لدينا أي مكان للموجة الثالثة كيف يمكن أن تتقدم أو أن تحدث حتى نهاية الشهر التاسع وعندها سنتغلب على هذا الوباء حتى نهاية الشهر التاسع هذا يمكن أن تظهره البرامج أو الحسابات المتوقعة لنا فإذا من وجهة نظره أنه يمكن حتى نهاية الصيف أن تنتهي أزمة هذا الوباء أيضا هذا الرأي جاء من جهة رسمية وهو هيلغ بغون رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل هيلغ بغون بنفسه هو طبيب وشارك أيضا في عملية التطعيم قدم نفسه كطبيب أن يعمل في هذا المجال حرفيا نقل أو توقع نفس الشيء انتهاء أزمة هذا الوباء في فصل الصيف حرفيا قال طبعا كمان هيلغ بغون إذا قدمنا عرض باللقاح لكل شخص في ألمانيا ثم يمكننا العودة إلى الحياة الطبيعية في كل المجالات إذن الشرط الرئيسي هو عملية التطعيم في ألمانيا يلي من المتوقع حسب المستشار الألماني أنه حتى فصل الصيف أو نهاية فصل الصيف على الأقل أن يحصل أو سيكون لقاح متوفر لكل شخص في ألمانيا وعندها يمكن أن تنتهي أزمة هذا الوباء تابع وفصل وقال أن هذا الوباء سيكون في فصل الصيف سنعود بشكل كامل إلى الحياة الطبيعية ووضع لكل ذلك أيضا شرطين إذن شرطين حتى يتحقق ذلك الوباء في فصل الصيف الأول هو أن يكون هناك طفرة جديدة تضع النجاح في التطعيم قيد المسائلة بمعنى أنه لا تفاجأ أنه طفرة جديدة تكون لقاحات الموجودة حاليا غير فعالة ضدها فبيرجع يتغير الوضع طبعا إذن الشرط الأول أنه لا تحدث طفرة جديدة والشرط الثاني أن تكون هناك طفرة جديدة إذن أن يلتزم أيضا تلتزم شركات الأدوية بوعودها بتقديم هذا اللقاح طبعا حسب العقود الموقعة إذا تحققت هذا الشروط فعلا من الطبيعي والمنطقي والواقعي أن نتوقع أن في فصل الصيف يعني تنتهي هذه الأزمة وخاصة مع توفر اللقاحات بشكل واسع لكل إنسان في ألمانيا وطبعا لازم ما ننسى أيضا الشروط الرئيسية اللي أكدت عليها المستشارة في الاجتماع الأخير أنه نظلم التزمين فيها اللي هي ارتداء الكمامة، التباعد لذلك الالتزام بكل الإجراءات المعمول فيها حاليا حتى ذلك الوقت بيصير عندنا فرصة أنه في فصل الصيف على الأقل أنه ننتهي من أزمة هذا الوباء هزة عنيفة لاتحاد الأونيون في ألمانيا يعني حزب الـ CDO والـ CSO وحزب المستشارة وحزب أيضا ماكو الزيودا في باين هذول الحزبين الآن تأثروا بشكل كبير بسبب فضائح يعني عضوين أو عضوين برلمانيين يعني من الحزبين هذول في البرلمان الألماني حول موضوع الكمامات اللي يتحدث عنه في الأيام الماضية الآن العضو الثاني أيضا كمان لوبل أعلن عن انسحابه من حياة السياسية ولكنه سيبقى طبعا منسحب أيضا من الكتلة النيابية أيضا ولكن سيبقى يعني عضو في البرلمان حتى انتهاء الدورة التشريعية الحالية ولن يترشح مرة أخرى أيضا للانتخابات القادمة إذا صار في عنا شخصين انتهت أيضا الآن مسيرتهم السياسية في ألمانيا بعد طبعا الفضائح حول تلقيهم رشاوي أو استغلال مناصيبهم للحصول على بروفيزيون يعني أيضا بموضوع الكمامات وتأمين عقود لبعض الشركات عن طريق الدولة الألمانية فالآن حزب الـ CDO عضاء واسع أيضا من حزب الـ CDO غاضبون جدا اللي طبعا أساءوا الآن للحزب ولسمعة الحزب ولذلك حسب استطلاعات للرأي الآن لهذا الأسبوع نشرتها صحيفة البلد أمزونتك تراجع حزب الـ CDO الـ Union في استطلاعات الرأي بمقدار نقطتين من 34% إلى 32% إذا سجل تراجع تحت حتى الرقم اللي حصل عليه في الانتخابات الأخيرة اللي هو 32.9 إذا حزب الـ CDO واسع يشهد الآن تراجع وإن كان طفيف بسبب هالأزمة اللي عبتهز الآن يعني أركان الحزب هي طبعا هذا شيء يوسيء لسمعة الحزب في استطلاع الرأي هاد طبعا خلينا نشوف بالمرة مواقع الأحزاب الألمانية المختلفة الآن حسب استطلاعات الرأي اللي هي حزب الـ SPD أيضا الحزب طبعا أيضا اللي مفروض يكون حزب الكبير العريق أيضا استطلاعات الرأي فقط عبتعطيه 16% من الأصوات التقدم الكبير لا يزال بحقه حزب الخضر بنسبة 19% يعني هن حتى أعلى من حزب الـ SPD وعمليا هن تاني أقوى حزب الآن في ألمانيا حسب استطلاعات الرأي الحزب الـ AFD بمقدار 10 نقاط أو 10% الأحزاب الثانية الرئيسية الـ FDP واللينك أيضا حزب اليسار وحزب الليبراي الـ FDP كذلك كل حزب عنده 9% من الأصوات إذن هذا هو الوضع الحالي حسب استطلاعات الرأي أمين لاشات رئيس وزراء مقاطعة نوتغاند فيسفالن والرئيس الجديد لحزب الـ CDU أعلن أن موضوع أيضا حسم من سيكون المرشح عن حزب الـ CDU للانتخابات القادمة اللي أصبح مسشرا لألمانيا سيتم حسمه بين أبخيل و بفينكستن يعني تقريبا بين الشهر الرابع والخامس نهاية الخامس في هالفترة سيحسم هذا الموضوع وسابقا تحدث أنه هو وماكو زودا رئيس وزراء مقاطعة باين سيحسم هذا الأمر فيما بينهم طبعا حسب مصلحة الحزب أيضا والشعب في ألمانيا فلذلك من المتوقع أنه بها الفترة نحن نشهد من هو المرشح حزب الـ CDU بينما نحن نعرف الآن مرشح حزب الـ SPD هو أولف شولز ولكن حتى نكون واقعين يعني عم نرى حزب الـ CDU عنده 32% من الأصوات أي من المتوقع أنه بفارق كبير أقوى حزب حاليا في ألمانيا فإذا استمر الأمر كذلك رح يكون المستشار القادم حكما من حزب الـ CDU أو الـ CSU يعني الـ Union فهناك فرصة كبيرة طبعا أنه يخرج المستشار من أحد هذين الحزبين والآن ننتقل لموضوع الاختبارات السريعة ضغط كبير وانزعاج واسع وشديد من قبل العديد أيضا من السياسيين الآن في ألمان ورؤساء وزراء المقاطعات من وزير الصحة يينشبان اللي يعب يتم اتهامه بالتقصير أيضا الآن في موضوع تأمين الاختبارات المجانية نحن شفنا الآن أنه سلسلة الدي انطلقت الباريحة في بيع الاختبارات السريعة الزاتية أيضا بشكل تجاري يعني كل شخص ممكن يفحص نفسه بينما الدولة غير قادرة لحد الآن على التقديم أيضا هاي الاختبارات السريعة لإلنا رح يتم تقديمها بشكل مجاني لكل مواطن مرة في الأسبوع في الصيدليات عند الأطباء فالدولة يعني لم تستطع تأمين أي أن المحلات والشركات استطاعت تأمين هذه الاختبارات السريعة بينما الدولة لم تستطع ذلك كان وعد سابقا هو أنه في بداية شهر ماياتس يعني واحد ثلاثة أنه يتم تأمين هالاختبارات السريعة تأخرت الآن غدا مفروض 8 ماياتس كان اليوم الاثنين تنطلق الآن أيضا تأمين هالاختبارات السريعة أيضا في الصيدليات والعند الأطباء ولكن على ما يبدو لا تزال هناك صعوبات كبيرة في تأمين هذه الأشياء وعب يتم الآن أيضا يعني رمي المسئولية يعني أيضا بين الرؤساء وزراء المقاطعات وبين الوزير فالرؤساء وزراء المقاطعات عبي يقول مفروض الحكومة المركزية كانت تأمين هالاختبارات السريعة حتى نقدر نعيد افتتاح المدارس بشكل خاص يتم اختبار المعلمين والأساتذة يعني وحتى التلاميذ ولكن الوزير طبعا دفع هالتهمة عن نفسه وقال أنه نعم الحكومة المركزية قالت أنها ستقوم بتأمين الاختبارات السريعة ولكن دفع سمن الاختبارات السريعة وليس تأمين شرائها أنه المفروض أنه كانت تقوم المقاطعات بذلك إذن هناك محاولة من رمي المسئولية على بعضهم طبعا بين الحكومات المقاطعات وبين الحكومة المركزية والنتيجة هي مرة أخرى طبعا الصحافة يعني بشكل واسع عبتنتقد هذا الشيء أيضا وعبتعتبره فشل سياسي والضغوط عبت الزاد في الحقيقة على وزير الصحة الألماني يانشبان والآن سنتحدث عن موضوع عودة الافتتاح في ألمانيا طبعا غدا رح نشهد الآن لتطبيق أول خطوة من خطوات إعادة الافتتاح في ألمانيا من حيث المبدأ من المفروض أنه في كل المقاطعات في ألمانيا اللي الإنسيدنسال فيها بين الخمسين والمئة أن تعيد افتتاح المحلات بالشرط اللي نحن منعرفه يعني في بعض الأماكن اللي هو أنه الـ click and meeting يعني أنه نروح عن طريق الموعد فقط المقاطعة الوحيدة رح تعيد افتتاح المحلات لأنه هي الإنسيدنسال تحت الخمسين عندهم هي مقاطعة طبعا شليسفيش هولشتاين غدا وأيضا عنا بعض المناطق في مقاطعة بادن فيتنبيك في المناطق الأخرى مثلا في مقاطعة باين في منشين على سبيل المثال الإنسيدنسال كانت تحت الخمسين ولكن عادت وارتفعت الآن إلى تنين وخمسين فاصلة واحد وبالتالي لن يتم إعادة افتتاح المحلات غدا في مقاطعة باين طبعا أنا ما بدأ أعطيكم بشكل واسع في كل ألمانيا أين يمكن أن نشهد إعادة افتتاح لأن الإنسيدنسال يعني مختلفة في كل مكان وفي كل مقاطعة من حيث المبدأ ولكن ابتداء من يوم غدا سيبدأ تطبيق يعني إعادة افتتاح المحلات ضمن هالشروط الشيء الأهم أنه أصبح الآن في كل ألمانيا تسكير سريع ابتداء من يوم غدا مسموح الالتقاء بين عائلتين بيتين من بيتين مختلفين بحيث أنه مجموع الأشخاص الكلي خمسة أشخاص ما عدا الأطفال لتحت الأربعة عشر يعني ممكن يكونوا ستة سبعة ولكن بشرط الشخص السادس أو السابع يكونوا أطفال تحت الأربعة عشر وأيضا الحكومة الألمانية نصحت بشكل خاص أن لا نغير دائما الأشخاص اللي نلتقي معهم يعني مثلا نحن في عائلتين نلتقي معهم هنا أهلنا مثلا أو بيت الأخ أو الأخت فنلتزم أيضا بهذه العائلات فقط وما نغير بشكل دائم كل يوم نلتقي بعائلة مختلفة أيضا هذه من الأشياء اللي نصحت فيها الحكومة طبعا حسب منشورات رسمية أيضا عبتنشرة بشكل دائم سأضع لكم إياه حتى نشوفها أيضا بشكل كامل فهي كانت أهم الأنباء من المانيا لهذا الصباح أتمنى أن أكون أفادكم خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته